تأهل منتخب المغرب لثمن نهاي بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد فوز على كندا 2-1 اليوم الخميس على ملعب الثمامة ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعة سجل للأسود كلا من حكيم زياش في الدقيقة الرابعة ويصفى انصير في الدقيقة الرابعة والثلاثين بينما سجل لكندا نايف أكرد بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة والأربعين وبهذا الفوز الثاني تصدر منتخب الأسود المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط ورافقه المنتخب الكرواتي وصيف المجموعة بخمس نقاط ليكرر إنجاز تأهل التاريخي من الصدارة في مونديال 1906 وأصبح المغرب المنتخب العربي الوحيد الذي بلغ ثمنا نهائي مونديال قطر بعد خروج قطر وتونس والسعودية من مرحلة المجموعات لم يتأخر المنتخب المغربي عندما استفاد حكيم زياش من خطأ للحارس برخان الذي حاول إبعاد الكرة لكنه وضعها أمام نجم الأسود الذي استغل خروج الحارس وسددها في الشباك من مسافة 34 متر مسجلاً الهدف الأول وصل المنتخب المغربي ضغطه خصوصاً من الجهتين اليمنى بواسطة زياش ومن الجهة اليسرى بواسطة بوفال وفي الدقيقة الرابع والعشرين أضاف المنتخب المغربي الهدف الثاني بعد التمريرة رائعة من حكيمي لنصيري الذي انطلق وسط مدافعين في مربع العمليات ومن تسديدة يسارية أرضية هز شباك المنتخب الكندي في الدقيقة الرابع والثلاثين جاءت محاولة جيدة من الجهة اليمنى قادها زياش ومرر لصابيري الذي سدد أمام المربع خير أن أحد المدافعين تصدى للكرة وهي في طريقها للمربع شهدت الدقيقة الرابعة والأربعين إنسللاً جيداً من الجهة اليسرى عن طريق سام آدي كوجو ومرر كرة أرضية في مربع العملية لكن مصارها تغير بعد أن لمسها نيف أكرد وسجل بالخطأ في مربعه سجل بعدها من صيري هدفاً في الوقت بدلاً من الضائه لكن الحكم البرازيلي رافايل كلاوس ألغاه بداع التسلل دون الرجوع للتقنية الفعر دخل المنتخب الكندي في الشعود الثاني مهاجماً وترك المنتخب المغربي له المبادرة والاستحواذ على الكرة لذلك بحث عن الوصول لمرمى الحارس بولو قام المدرب والد الرقراكي مدرب الأسود بتغيرين إذ أشرك سليم أملاح وزكريا أبو خلال بدلاً من عبد الحميد الصابيري وسوفيا البوفال وشهدت الدقيقة الاثنين والسبعين فرصة خطيرة لمنتخب كندا من رأسية أديبا حيث ردت العارضة الكرة وأشرك الرقراكي حمد الله وجوادياميق بدلاً من حكم سياش وعزدين أمناحي في الدقيقة السابعة والسبعي وكذا حارس بونو أن يرتكب خطعاً فادحاً بعد أن ضاعت منه الكرة أمام لاعب كندي قبل أن يتدارك وينقض عليها ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب في دور ثمن النهائي صاحب المركز الثاني من المجموعة الرابعة التي تضم كل من إسبانيا وألمانيا واليابان وكستاريكا ترجمة نانسي قنقر